دي الصورة دي بنتي في طبعا لعبة باسكت هي في النادل الاهلي ما زال بتلعب لعبة زي أبوها ولا أحسن من أبوها لا كويسة اسمها ايه ندين ندين يالا ربنا وفاك ندين اللي بعده دي الصورة أنا وهي كانت برضو ما كسبوا بضوامة الاهلي والمدام مدام لعبة باسكت يعني اتكلم عليها دلوقتي لأن هي دي اللي عاشت معك وشابة الويل دي كانت بطولة ايه دي دي كانت بطولة الدور العام في الدور العام وما زالوا بتلعب في النادي الاهلي حد دلوقتي منتخب مصر اللي بعده دي الصورة عائلية دي ها لا دي مدام وبنتي وأنا ومين اللي الوائب خطيبها كان خطيبها طيب اللي بعده حبيبك اهو اه كابتن طهر راجب وأنا دي في محاضرة تسقفية كنت عاملها لجنة المواهب للمدربين دي كانت عبارة عن اعداد بدني ده في النادي الاهلي ها النادي الاهلي اه في جميع المراحل السنية وفي الثلاث ألعاب طب ليه ما تعملوش حاجات زي كده اللي بقيت الانديه كلها اللي عاوز ييجي ييجي واستفاد بخبراتكم اه احنا بنجيب ده كاترة من بره ده كابتن مصطفى اه بتدي يعني مسلا كله في مجاله يعني بنعمل محاضرات عن اعداد بدني اه بنعمل محاضرات عن تغذية تكتيك مش عارف تكتيك وكلام ده التغذية اه بنعمل محاضرات عن الصحة النفسية عن مشاكل المخدرات بالنسبة للعيبة ما شاء الله اه يعني كل حاجة احنا شغالين على مستوى وانتوا هنا في الصورة هنا زعلانين شاكلكم زعلانين لا مركزين اللي بعده اه دي صورة العيلة يعني دي كانت في بطولة الريد بول اه في الهرم اه ده ابني اللابس احمر ده دكتور كريم اه ده دكتور في الاجدمية البحرية و اه و حكم دولي والمدام و بنتي وابني احمد السرعوي احمد هيكسر الدنيا ان شاء الله هو كان لعيب في الاهلي سنه كم سنة اه دلوقتي 25 هو فين دلوقتي دلوقتي في سبورتنج في سبورتنج الاول كان في في النجل الاهلي وكان لعيب اساسي في الدرجة الاولى مش عاوز ترجعه النجل الاهلي ولا هو اللي ان شاء الله يرجع بإذن الله في منتخب مصر وبعدين اه 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 وعمل عملية وكده عملية ايه اه كان عنده قطعف غدروف تقريبا قطعف لا الغدروف دي عمنا زي الليوز ان شاء الله عطو فالمهم يعني فراح سال فات الجيش والسنة دي سبورتنج خده وان شاء الله يبقى دي نصيف ان شاء الله يعني بيتعدي كويس في سبورتنج وبعد كي يجي النادي ان شاء الله حلوة الصورة دي توراك الأهرام وطولهولة وحاجة حاجة تفرح يعني اللي بعده دي برضو صورة كاس مصر لما كسبه طريق خير المدير الفني وانا وغد الاولان ده انت والصورة انت اللي في الصورة دي اه طيب ماشي اللي بعده اه برضو دي صورة تقرال للصورة التانية يعني بس دي بقى كان بالزير رسمي اه ولا ووراك البرج على طول دي الملعب اللي كان قصادك على طول ايو دا ورف الملابس قبل ما يتعمل اه ورا القوض دا جيل من احسن الايجال اللي جات لا بس في ناس اتغيرت ولا ولا هم هم لا هم هم كنت نجيل بخيض هاني عب منعم خالد بخيض عب الجزار عشرف توفيق اه عماد مراد مصباح ناصر وانا وهاني شعيب ومحمود فوزي ووحمس معيل اللي بعده اه دا جيل الدهبي بقى كوتش اه قول لنا بقى كده اه اول واحد انا انا وبعدين عمرة بالخير وردة متحة وردة اه عبقاد الربيع اه امين شمال دا الوحيد اللي كان من المحلة والا في عز المحلة لما كان محمد حبيب يا سلام هو كان عزه في كرة الخدم كمان اه كان مهتم بالديوم سكة يعني كان مهتم بالغياضة فدا اللي عيب الوحيد اللي كان من من الغرب باسم الله ما شراء انتوا قفين ايه بالتدريج هو انت أطول من عمر بمتحة ولا فطولهم لا اه تعريبا اطول منهم اطول منهم مصدتوا بالتدريج كده ماشي كده بس وقه مفروض يبقى عمر ووردة قبليك اه والت شاب يعني انا شاب بسم الله ما شاء الله تشوف العضلات شوف بسم الله ما شاء الله اه 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 كان مفروض في البطولة دي متحة وردة وكابتن بس اعتقد يوميا كان سايبنا انا اه هو لازم اكيد طبعا مجموع ده لا انا الحاجة اللي لفتها ناظري حتى في الصورة بأنهم في تمسكين في بعض وكل واحد تمسك ايدي التاني انا بقولك ده جيل يعني ده اه ما هي دي برضو دي محدش يقب باله من الحتة دي انه مديد بيلك ان احنا يعني اهو مسكين في ايض بعض واحنا مع بعض تيم واحد يعني ده ده بيبتدي الدلائل كتير جدا لبعده ده ايه ده بقى ده اعتقد دي ده الكاس ده كسبناه لو انت مدر بقى لا دي كان كان في بطولة عاملها الفاطين في دبي اه وانا شاف مديلية الزهبية ايه اه فاحنا روحت انا وعمرة بخير لعبنا مع فرق جمعة الماجد وكسبنا اعتقد البطولة دي اوه اللي بعده هي هي دي هي هي اللي بعده اه دي يا كابتل بوصطفى كاس العالم اللي في اللي بتلاقي دلوقتي مر في مصر اه فتلقيت دعوة كريمة من الدكتور مجدى بفريخة رئيس اتحاد المصري اه فالصورة دي الدكتور مجدى بفريخة وانا والكاس دي اللي هو على ظهرة اللوتس اه والدكتور قشف صبحي وزير الرياضة والاستاذ محمود الحلو اه مدير تنفيذي الاتحاد والاستاذ والمهندس الشام الحريري دا رئيس منطقة الخمسة في خورة السلام ومين بقى اللي وقف ورا الدكتور دا الحرس دا الحرس تقريبا بتاعه الحرس طب اللي بعده اه دخلنا في الجد بقى لا دخلت بقى في الفورمة الشعر اه 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 صبب العنين اه الدكتور مصطفى حمامي اشرف طاهر دا نبيل الهواري هو كان لعيب طلقته بيمثل تقريبا اوه دا كان بطولة ايه دي كنا راحين اه العاب اه العاب في الجزائر اه دي اللي انت كنت كنت معانا موجود في اه اللي احنا رجعنا فيها دي اللي لا لا لما انا ما سافرش يا كنت متعور انا اه تقريبا لان انا فاكر المطش دا بعدا ما روحنا كان فيه مطش كورة واللي حصل فيه المشاكل دا اه الخطيب بتطوط كورة الخواجه حط جون الخواجه جاب جلم من نص الملعب ما جابوش في حيات اه هو كان سبب من مشكلة الجلدة اه وا 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 اعتقد رجعنا في طهارة خاصة بالليل في نفس اليوم بس ايه الشرجستون دا عشرة متر دا بدل دي بدل الحكومة مش بدل اه 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 لا والشعر كله بسم الله ما شاء الله اللي بعده اه السورة دي كانت في في النادي في صالة النادي الاهلي دي امتى بلاه كم سنة دي دي لسه السنة دي السنة دي عشان انا شاف كل لما كذبوا الخمس بطولات هو ناقص في كاس ناقص هناك هو تقريبا اللي هو دا اه اللي هو في اه 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 كانت الخطيب جيه الصلاة وتصورنا اللي بعده طور عبدالأحد ورحمة الله عليه اه اه دي كانت فين دي دي في يوم النهائي مصر وانجولا اه دي بتاعت لوس انجلس دي اللي قبل مطش الجولة قبل الفيان قبل الفيان اه 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 الله رحمه يوسف ابعوف ايوا اه في الاولاني اه والدكتور عبدالأحد جمال الدين موجود رئيس الاتحاد الافريقي دا دا عبدالعزيم عشري لكن رئيس لجنة اللمبية اه وده عصام الاولاني عصام طريق صباغ عبدالقادر نتحة وردة خالد دخيت الان عطالة طريق اه خالد انا وامين شمان واحمد مرعي وعمرة بالخير دي المباراة اللي قبل النهائي اللي وصلتوا بها لوسانجيوس اه لا اعتقد بوكت تكون مباراة الافتتاع دي عشانهم ما تصوروا معنا يعني اه اللي بعده هيها بس بشرط بشرط اللي بعده اه دي طبعا صورة احنا كنا في اعداد في اندونيسيا اندونيسيا وروحنا جننت للحيوانات اه قبل الاولمبياد برضو كنا لفينا عدنا شهر في ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة ده متحة وردة الواقف وانا طريق السباغ احمد مرعي خالد دخيت احسامه بالعينين امين شمان طريق خيري عبدالربيع اعلان عطالة عم هادي الجزار اللي رافع ايديه عمرة بخير لابس نظارة هو اه وده اعتقد المرشد او اللي هو تعالي واصامه قاعد بيش واقف على فكرة هو لا اوقف طيب ايا دي كانت اخر صورة بالنسبة لنا للذكر كانت الوقت لما بفتكر كده بتفرج على الصور دي ايه اللي بيدير في ذهنك او ايه اللي انت بتفكر فيه والله يا كابتن مصطفى يعني زق حضرتك انا تلاقي برضو انت لو مرت بنفس الظروف يعني بيبقى ايام جميلة والواحد ما بيفتكرش الايام دي الا لما يتفرج على الصور والألمات يعني والأوسمة يعني الحمد انا نسيت اقول لحضراتك سعية اه انا يعني الحمد لله اخدت وسامين وسام الرياضة من الطبقة الاولى وخدت يعني احنا لما رجعنا من الجزائر للصورة دي اللي انت حرقت وسام فيها اللي قلتم صاب فيها اه خدنا من انور السادات مزبوط وبعديها خدت نقط الامتياز من الدرجة الاولى وايام من افريقيا دي اه خد وسام الرياضة من الطبقة الاولى اخدت تلت اوسمة متنوعين اه ومن الحقيقة الزكرات اللي انا معلقة حتى عندي طب تقولي كده ذكرة من ذكراتك واحنا في لوس انجلوس يعني افلوس انجل طبعا احنا كنا عطون مع بعض انا وانت وبنخرج وكده اه يعني من الزكرات الجميلة ان كان في لعيب ملاكمة تقريبا او سرعة مصرعة اه محمد فتح الله اللي صاية لا 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 فتح الله واحد يعني لعيب فالبعسة محوطة عليه اه 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 شباب الصوت عشان البطل نايم شباب بكر انت كمل كمل يا شباب مش عارف ايه ده المداربين مداربين بتوعه اه يا شباب ما عم حاجش يمشي كتير قدام باب القوضة اه مش عارف ايه البطل اللي حقلنا مانيليا نايم مدرى الموتش ان شاء الله الفرقة كلها وقفت التمارين وهنروح نسجع وده امنا ودي الماديليا وكده موتش ساعة خمسة راح البطل وبالما جينا نروح كانت عارفة نسعب برجع البطل لقينا الفوطة جاي وارويش الفوطة ده انا بسأله بعد كده بقوله ايه اللي حصل قال انا ما شفتش انا ما عربش ايه اللي حصل ازاي زيكم انت اول واحد قلت بالبطل قلت بقى احنا المديلي